نهاردة الجزائر توضع كأس الأمم الأفريقية خبر صادم جداً لكل الجماهير العربية ومعها رحيل لجمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري وفسخ تعاقده بيئة طراضي بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية الجزائر في مستوى متراجع جداً لن ينجح أحد في المنتخب الجزائري في هذه البطولة سواء مدير فني أو لعبين سواء بغداب بنجاح للعب بروح وجرينتا عالية جداً بقى اللعبين لم يظهروا بأي شكل أو بأي مستوى جيد جمال بالماضي لم ييدر المباريات بشكل جيد وبالتالي كان طبيعي أن يرحل جمال بالماضي عايز بس أقف عند حاجة واحدة بس فيما يخص المنتخب الجزائري رياض محرز على مدار السنوات الماضية كان واحد من أفضل اللعبين العرب مش فقط اللعبين الجزائري اللعب كبير وعظيم حين انتقدته جماهير الجزائر في المباراة الأولى والمباراة الثانية وكانت تنتظر منه الكثير والكثير على مستوى الأداء كان من الطبيعي أن يسكت أو يصمد رياض محرز وسط غضب منطقي وطبيعي من الجماهير الجزائرية وجماهير العربية بشكل عام على مستوى المنتخب الجزائري ولكن بعد المباراة الثانية رياض محرز حط التويت ده على موقع X اللي هو أنا مستمعكم أنا مستمعكم اللاعب الذي لا يحترم جماهير بلده مش جماهير ندي جماهير بلده بالطبيعي بالطبيعي طبيعة الحال أن جماهير بلده لن تحترمه خاصة مستوى الجزائر في هذه البطولة كان مستوى سيء جدا وطبيعي أنت النجم الأول والاسم الأكبر في المنتخب الجزائري فمن الطبيعة أنت تتحمل المسئولية بهدوء لم يتحمل رياض محرز المسئولية وبعد ما بقى السامع جماهير الجزائر وهي غضبة منه ومن باقي زميله زي ما حالكم شايفين كده وكاتب التويت دوت على موقع X الآن هيتطر رياض محرز يسمع هيسمع هيسمع وهيسمع وهيسمع جماهير الجزائر ما بترحمش هيسمعه كل حاجة يتحمل بقى يتحمل طبعا وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري قال أن فيه تغييرات جزرية في المنتخب الجزائري الفترة اللي جاية الصحافة الجزائرية كمان تكلمت عن التحول الكبير في مسيرة الجزائر مع جمال بالماضي بعد ما توج ببطوة أفريقيا 2019 في مصر وبعض التقارير أشارت لاحتمالية اعتزال رياض محرز دوليا اللي هيشيله اللي هيشيله الكصة دلوقتي يعني هتبقى الأمور صعبة جدا صعبة جدا طيب ترجمة نانسي قنقر